وما تخافش على الأهلي طالما قيمة الوفاء وقيمة العرفان وقيمة الامتنان موجودة عند رأس مجلس إدارة النادي الأهلي أنه تأدير كل من أعطى شكر لكل من أنجز وأيضاً مصرحة الجماهير والأعضاء بكل الحقائق بالأرقام كابتب محمود الخطيب وهو بيشكر كل من أنجز أو من ساعد في إنجاز مهام مجلس إدارة خلال الأربع سنوات لم ينسى المدير التنفيذي للنادي العميد محمد مرجان لغاية لما أنهى مهمته على خير في مجلس الإدارة أو في العمل التنفيذي للنادي الأهلي وجهه له الشكر نسمعه إدارة التنفيذية في النادي زملنا وابننا العميد محمد مرجان الحقيقة محمد من الناس اللي اتولدت جوا النادي من الناس اللي ساهمت مساهمة جبيرة جداً كرياضي وكمحب للنادي وكمان كأدارة فمحمد أنا بذكره جداً لأن الفترة اللي هو كان موجود فيها وأنا الوحيد اللي ممكن أبعارف إيه الحاجات اللي هو تصدى لها محدش يعرفها غيري فمحمد كان الحقيقة من حتة أو من مناطق اللي حماية لحاجات كتير موجودة جوا النادي فأنا بذكره جداً جداً لقد رسالته على أكمل واجهه بالنسبة للمحمد الحقيقة اللقطة دي مهمة جداً مهمة ليه؟ لأن من أروع الحاجات يا أستاذ إبراهيم أن تشعر تاني نخودها بقى إيه؟ إن الناس شافتك صح وقدارة اللي انت عملته مش معنى إنك مشيت تتنسي ما هو المغادرة ممكن تبقى بالجسد وممكن تبقى بالروح وممكن تبقى بإنك أنت سفرت ممكن تبقى لكن أن يتذكرك الناس بالفضل وبالإشادة لما قدمته ده شيء رعى جداً 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 واعتقد دي سمات النادي الأهلي هو لذلك يعني الحمد لله لما بنقول حبه الأهلي زي ما لقيته لأنه هو كده هو تبنى كده الناس شايفة بعض صح حتى التنافسية ما فياش حقد التنافسية فيها رفق وفيها كله بيتمنى الخير لغيره وتلاقي الأجيال طلعة بتسلم بعض بتسلم بعض بشياكة وبتقدير ليه؟ لأنه عارفة أنه ما حادش حاكل حد أم يجي الأستاذ محمد مرجاني وبقاعد وبيكرم من رئيس النادي بقوله وأنا اللي عارف أنا اللي عارف وعمل إيه؟ والملفات الصعبة اللي قدر يحمل نادي الأهلي فيها ويقدر يقوده فيها كراجل تنفيذي إلى بر الأمانة والسلامة لأن محمد كان ماسك من ضمن الملفات الملف الأمني يعني بيأمن المتشاط بيأمن السفريات عمل دوره ومن حقه يا أخي يسمع الكلام ده وزي هذا أسلوب ينفرد به النادي الأهلي وعشان هذا الأسلوب اللي بينفرد به النادي الأهلي الصورة بره إيه؟